وصلت وزارة الدخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 642 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغ 950 طول أما في مجال السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 86 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 840 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 24 طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 921 قضية من بينها 316 قضية خبز ناقص الوزن و300 قضية واحدة لخبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر